جميل صحفة المغربية اتهمت الجزائر أنها تصطاد في المياه العاكرة وأنه اتهم حتى راو راو بتحريض حياته كي يرفض طالب تعجيل الكان ربما هذه الأمور ماذا يمكن أن تربح الجزائر من هذا التحريض في حال كانت الأمور حقيقية حسب صحفة المغربية حقيقة لا أعتقد هذا الأمر لأن الجزائر لا يوجد لها أي مصلحة في رفض طالب تعجيل الكان بالعكس هو أمر يشرفها ويساعدها ويساعد المنتخب الجزائري أكثر لأنه كما قال الشيخ لو كان لعب في أدغال إفريقيا من نيجيريا أو أونغولا ستكون لديها صعوبات كبيرة بالعكس المنتخب الجزائري لما يلعب في المغرب يكون عنده أطريحية أكبر ويوجد نفسه أكثر في المغرب أظن أنه هما بناءوا على هذا الأساس أن الجزائر هي مترشحة لإحتضان كان 2017 واحتضان بلد من شمال إفريقيا إلى هذه الدورة راح يقلل من حوض الجزائر في الحوصلية لكن لا أعتقد أن هذا الطرح كمان